بسم الله الرحمن الرحيم ما زلنا مع شرح تنظيم حاسبات اتنين ونحن في الباب الثاني من هذا المقرر وهو بعنوان Pipeline and Victor Processing وفيه ننتقل إلى الدرس التالي Chapter 2 Lecture 5 Pipeline Performance أداء الحاسبات التي تعمل بنظام البايبلاين في هذا الدرس نستعرض هذه المواضيع أولا Pipeline Performance Symbols ما هي الرموز التي نستخدمها عندما نتحدث عن أداء هذه الأنظمة اثنان Pipeline Performance كيف نقارن بين أداء أنظمة حاسب لها Pipeline System مع أنظمة حاسب ليس لها هذا النوع من الorganization ثلاثة Speedup أو التسريع ما هو التسريع المكتسب إذا استخدمنا نظام البايبلاين system نبدأ بالموضوع الأول Pipeline Performance Symbols لها نظام البايبلاين system نظام البايبلاين لهذا النوع من أنواع الحاسبات التي تعمل بنظام البايبلاين نعرف هذه الرموز أولا أولا small n small n small n دائما نرمز بها إلى التعليمات أو الdatasets small n is used for instructions or data sets small k is used for stages in pipeline small k نعرف بها المراحل أو السيغمانس الموجودة في نظام البايبلاين small tp هي زمن النبضة في القلوك سايكل المستخدم في البايبلاين system tp وكابتال tk هو الزمن الكلي الذي يستهلكه البايبلاين system لإنجاز المهام كابتال tk طبعا كابتال t للزمن وk للسيغمانس إذن الزمن الكلي في نظام البايبلاين system small tn clock cycle time for a sequential system هذا زمن النبضة للقلوك سايكل المستخدم في الحاسبات التسلسلية أو التي لا تعمل بنظام البايبلاين أما كابتال t1 كابتال t1 كابتال t1 فهي الزمن الكلي لنظام تسلسلي يحتاج إلى زمن لإنجاز المهام مقداره كابتال t1 طبعا 1 هنا في مقابل k هنا وفي نظام الحاسبات التسلسلية ليس هنا غير مرحلة واحدة أو سيغمان واحد لذلك سميناها t1 بعد معرفتنا لهذه الرموز ننتقل لنعرف أداء اللي بايبلاين performance. أفرض أن لدينا نظام بايبلاين فيه k-sigmas consider k-sigman pipeline. وأن هذا النظام يعمل على عدد من الdatasets مقدارها n. operating on n datasets. k-sigman pipeline operating on n datasets. ما هي عدد النتائج المتوقع من هذا النظام؟ بالطبع بما أن هناك n datasets فنحن نتوقع الحصول على n results. so n results are expected. لماذا؟ كل data set نتوقع لها نتيجة. بما أنه عندنا n datasets إذن نتوقع n results. طيب متى تخرج أول نتيجة من البايبلاين سيستم. دائماً أول result في أي بايبلاين سيستم نتحصل عليه بعد مروض عدد من الكولوك سايكلز يساوي عدد السيكملز. إذن it takes k كولوك سايكلز to fill the pipeline and get the various result from the output of the pipeline system. أول نتيجة نحصل عليها بعد k كولوك سايكلز. طيب إذا حصلنا على نتيجة واحدة فكم بقي معنا من النتائج؟ بقي معنا n minus k results. لأننا قبل قليل قلنا أن العدد الكلي للresults هو n. فإذا حصلنا على نتيجة أولى من هذه ال-n إذن يبقى لنا n minus one result. ولكن هذه ال-n minus one result نحصل على نتيجة منها كل كولوك سايكل تالي. وبالتالي نحتاج إلى n minus one سايكلز لنحصل على باقي النتائج. مرة أخرى نحتاج إلى k كولوك سايكلز للحصول على أول نتيجة. ثم تخرج لنا نتيجة كل سايكل بعد ذلك. وبما أن المتبقي هو n minus one من النتائج. إذن نحتاج n minus one من السايكلز لنحصل عليها جميعه. إذن ما هي محصلة الكولوك سايكلز التي نحتاجها لإكمال جميع المهام؟ it takes k هذه لأول نتيجة زائد n minus one هذا لباقي النتائج لنحصل على كل النتائج. إذن نحتاج إلى k plus n minus one سايكلز للحصول على جميع النتائج. وما هو الزمن المستهلك للحصول على جميع النتائج؟ بالتأكيد الزمن المستهلك في هذا النظام وهو كابتل تي كي هو عدد السايكلز كلها في زمن السايكل الوحدة. إذن تي كي يساوي n plus k minus n وهي نفسها k plus n minus one بس مضروب في زمن النبضة الوحدة وهو تي بي. الزمن الكلي لنظام بايبلاين تي كي يساوي n plus k minus one مضروب في زمن النبضة الوحدة وهو تي بي. طيب ما هو الاسبيتب؟ الاسبيتب هو التسريع المكتسب باستخدام نظام بايبلاين. إذن نحتاج المقارنة بين نظام بايبلاين ونظام غير بايبلاين لنعرف ما هو التسريع المكتسب. لو كان نفس المهمات المشارع لها قبل قليل تم تنفيذها بحاسب يشتغل يعني ليس له بايبلاين سيستيم. فإنه يستخلق عدد من الكولوك سايكلز تساوي n. it takes n كولوك سايكلز لأنه كل كولوك سايكل معاها نتيجة. إذن حتى يخلص n task يحتاج n كولوك سايكلز. والزمن الكلي لهذا النظام t1 هو عدد الكولوك سايكلز وهو n في زمن النبضة الوحدة لهذا النظام وهو tn. إذن t1 يساوي n في tn. والزمن الكلي لنظام سيكونشيلي يساوي عدد النبضات وهو n في زمن النبضة الوحدة وهو tn. طيب ما هو التسريع المكتسب؟ التسريع المكتسب ويرمز له بالرمز s هو عبارة عن قسمة t1 الزمن الكلي للنظام السيكونشيلي على tk الزمن الكلي للنظام البايبلاين. إذن s تساوي n في tn على n زايد k minus 1 في tb. وهذا هو كأننا نقول أن s تساوي t1 على tk. أرجو أن تلاحظ معي مقام هذه المعادلة. قلنا أن s تساوي n tn على n plus k minus 1 tb. إذا قارننا المقدار n مع المقدار k minus 1. وكان n كبير جدا بالمقارنة مع k minus 1. إذن نستطيع أن نعتبر أن المقام يساوي أو أن معادلة التسريع تساوي n في tb. تساوي n في tn على n في tb. لماذا؟ لأننا افترضنا أن n كبير جدا بالمقارنة مع k minus 1. إذن لا تؤثر عليها. إذن هذا كأنه صفر. إذن s تساوي n في tn على n في tb. نختصر ال n مع ال n. وتصبح s هي tn على tb. طيب متى يكون هذا التسريع في أقصى قيمة له؟ هذا هو والماكسيموم is beat up. لنعرف الماكسيموم is beat up. نفترض أن الزمن المستهلك لإنجاز أو تنفيذ عملية في نظام sequential وفي نظام pipeline متساوي. If the same time is taken to process a task in the sequential and pipeline system then tn تساوي k في tb. لماذا؟ tn هو الزمن المستهلك لإنجاز المهمة في نظام sequential. وقلنا للحصول على أول نتيجة في نظام pipeline نحتاج k clock cycles. إذن أول نتيجة تحصل بعد وصول k في tb من الزمن بالنسبة لنظام pipeline. لماذا tn تساوي k في tb؟ tn هي زمن إنجاز المهمة الأولى في sequential system وهو زمن النبضة. ولكن في نظام البايبلاين لإنجاز المهمة الأولى أو الحصول على أول result نحتاج إلى k في tb من الزمن. k هو عدد النبضات المحتاجة للحصول على أول result و tb هو زمن النبضة الواحدة. وفرضنا أن الزمنين متساويين إذن tn تساوي k في tb. إذن الـ speedup في هذه الحالة هو tn على tb كما ذكرنا ونعوض على tn بk tb ونخصم على tb فنختصر tb مع tb ويبقى ال-k. إذن أقصى speedup نحصل عليه هو s تساوي k. إذا كان عندك نظام بايبلاين فيه مثلا خمسة segments فإنك تستطيع تسريع زمن إنجاز المهمات خمسة أطعاف في الحد الأقصى. إذن نظريا theoretically the maximum speedup is the number of segments. كلما استخدمت نظام بايبلاين فيه عدد من السيكمانس نفترض أن أقصى تسريع يمكن أن تصل إليه هو نفسه عدد السيكمانس. وإلى اللقاء في الدرس القادم.